اشتركوا في القناة المهتمة جدا بفكرة التحليل والسكاوتينج والاداء الرقمي بالنسبة لمباريات الدور العام والقرى المصرية تحديدا وهنام المقارنات مع كمان دوريات اخرى اللي تمت خلال الفترة الاخيرة لكن في البداية برحب بالكابتن والاستاذ ايمان محمد مساء الخير يا ايمان مساء الخير يا محمد ومساء الخير على كل مشاهدي القناة الاهلي العزيزة اهلا بي ومفروك طبعا الترند وبرنامج موفق الله يخليك ودائما دائما اطلاء مميزة لك يا محمد وانت من الناس المجاهدين جدا الله يخليك يا ايمان مرسيل زوءك جدا 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 في البرامج اللطيفة الخاصة ديك طيب ندخل بسرعة في تفاصيل الموضوع ونحن خلاص بنختار من انتهاء المسابقة بإذن الله في نهاية شهر اكتوبر لكن اتلعب ما يقرب من حوالي 10-11 مباراة شايف الدور المصري اداء الفرق التحليل الرقم الاسكاوتينج تحديدا بعد التوقف الطويل الدور المصري الى اين ومن اكتر الفرق اللي تقدر تقول يعني تغلبت على التوقف الطويل اللي كان موجود الفترة الاخيرة طيب خلينا نوضح لستدر المشاهدين فكرة بسيطة جدا عن الدور المصري او عن الافكار اللي موجودة في الدور المصري بشكل عام قبل الكورونا واستمرت بعد الكورونا الدور المصري بيعتمد يا محمد وبرضو موجودين في الاستدارات التحليلية برضو يقدروا يؤكدوا لنا الكلام ده الكرة طبعا احنا نتكلم دايما على فكرة الاربع مراحل اللي في كرة القدم سوان الهجوم سوان الدفاع او التحولات من الدفاع للهجوم ومن الهجوم للدفاع تمام انا مش قدامي يحصائية بس انا عايز اقول لك بمجرد النظر كده لو انت رجعت هتلاقي مثلا ان الكورات السبتة اللي ليك او اللي عليك بتبقى اقل من اقل الدوريات اللي فيها استغدال الكورة السبتة سواء انك درابط الحرة سواء الدرابط الركنية مفيش جوم الخداعية برضو فكرة التحولات انت دايما بتتكلم على الهجومات او الهجوم المنظم انت معتمد اكتر في الكورة المصرية عموما في الدوريات على التحول مفيش عندك لعب منظم او مفيش عندك هجوم منظم البلداب حتى اللي بيبني من وراء مفيش مثلا اللي كان الاهلي في الدور الاولاني كان دجلة برضو في الدور الاولاني كان مصر المقصف في الدور التاني مع كابتن ايهاد جلال هي دي الفرق اللي بتعتمد اكتر على فكرة البلداب وبالتالي انت معتمد اكتر على اسلوب اللعب المباشر اللي هو انك انت بتحاول توصل بالكورة للمناطق الجولدن زون او للزون فورتيني اللي هي المناطق المؤثرة في الملعب وبتحاول تسجل من خلالها بشكل مباشر في المقابل الفرق اللي هي او اغلبية الفرق اللي بتلعب صادر الفرق الكبيرة او حتى بتلعب خارج ارضها بيبقى همها دايما او بيبقى الفكر بتاعها ان انا داخل المباراة وانا معايا بمت مش عايز اخفرط فيه فبيبتدي يعتمد على فكرة التحولات ان انا دايما بلعب اربعة خمسة واحد بتشكيلاتها المختلفة سواء اربعة اتنين تلاتة او اربعة تلاتة اتنين واحد اه وابتدي اعتمد اكتر في الاكسرية يعني على فكرة التحولات فاذا احنا بنتكلم على الكورة المصرية هي لعبة او احنا معتمدين في الدور المصري بشكل كبير جدا 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 على التحول من الدفاع للهجوم او من الهجوم للدفاع لو انت بتحاول تنقذ مرماق او انك انت تحاول تحمي مرماق من الهجمات المرتدة ده بالنسبة لقبل ما قبل الكورونا تتعالى نشوف ما بعد الكورونا ما بعد الكورونا انت عندك حاجة مؤثرة جدا 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 وممكن نبقى ندخل فيها لتحليل ده النادي الاهلي في الفترة الاخيرة احنا بنتكلم على ضغط مباريات رغيب اوه 72 ساعة و 96 ساعة مفاصل ما بين مباراة ومباراة ده بيأثر ازاي فنيا يا محمد ده بيأثر فنيا لما انت تيجي تعتمد اه على التحولات فانت المفترض انك بتستنزف بدنيا اكتر لانك انت في مجموعة معينة من اللعيبة الخاصة بالمجموعة الهجومية بشكل واضح او بشكل ضخيط هما دول اللي بيعتمدوا على او هما دول المدير الفني بيعتمد عليهم في فكرة ترجمة الاهداف وبالتالي انت بتعمل استرس اكتر على المجموعة الهجومية المجموعة الهجومية اللي هي رأس الحربة التلاتة لتحتي مع واحد من نص الملعب سواء ده احنا بنلعب في اربعة تلاتة واحد او حتى في اربعة تلاتة تلاتة فانت بتتكلم ان الضغط الهجومي تقريبا تقريبا بيبقى متوقف على حوالي خمس لعبين هو ده المفترض انك انت تستمر بيهم طول الوقت فده بيأثر عليك بشكل كبير جدا في فكرة التركيز انك انت بيبقى معدل الضياقة عندك او معدل المخزون البدني عندك بيبتدي لقل لانك انت طبعا بتضطر انك انت في بعض الاحيان او في كتير من الاحيان بتحاول انك انت توفر الجود فبتقلل الضغط وبالتالي لما بتقلل الضغط عندك حتى انت حتى في فكرة الضغط او في فكرة التركيز انك انت تكمل الهجوم بشكل بشكل مستمر لما انت تركيزك او لما فكرتك او انك انت بتحاول تكسل شوية ده بيأثر عليك ذهنيا وده كان من ضمن الاسباب مثلا تفاوك برشلونة لو احنا حابين نربط ده بالجوز العالمي على اسباب تفاوك برشلونة ففضل مرحلة التيكي تاك انك انت كنت دائما بترهيك بالمنافس انك بتمرر كتير لغاية ما بتعطله زهنيا وبالتالي لما بتجي تفجأه بعد كده بتحرك يمين او شمال يتدي المنافس يعبال ما يستوعب التحركات داية بيكون الكرة اتخلت الجود بغض النظر عن النقاط الموجودة في جدول الدوري لكن بعد عودة المسابقة النادي الاهلي اكيد في الصدارة بسبب عدد المباريات المرتالية وانتصارات الفوز من اقرب المنافسين للالف تحيق ارقام ايجابية هل مصر المقصة هل بيراميدز الزمالك هل قريب ولا بعيد يعني بعد توقف المسابقة وعودتها الفترة الاخيرة من اللي عمي النتائج ايجابية قريبة من الاهلي يعني انا طبعا انا مش مختصص بالفكرة الارقام انا مختصص اكتر بالتحيق اداء الفني داخل ارض الملعب لكن انا مثلا احب اتكلم مثلا على فكرة الانجاز يعني انا مهمنيش ان الزمالك او بيراميدز او مثلا المقصة او اي حد يحقق عدد كبير جدا من النقاط بقدر ما انا اشوف هو كان في مركز داخل الملعب عامل ايه اه ولا وحتى في امار يعني مثلا انجاز مثلا زي انجاز مثلا كابتن احمد كشري مع اسوان مصبوط مهم جدا جدا مقارنة بالامكانيات اللي انت موجودة فيها نادي اسوان ومقارنة بالظروف الصعبة جدا اللي بيمروا بيها فانك انت اتحقق مثلا تلتة تلتة فوز واربعة تعدلات تلتاشر تمام توصل بهم للنقطة تمانية عشرين فده اعتقد انه حاجة انجاز كبير جدا مهم جدا فده من ضمن الانجازات اللي ترتبط باهداف الفريق يعني هدف الفريق فهدف اصوان انه هو طبعا يوصل او انه هو يبقى في الدور المتازفة اظن ده هدف عظيم جدا 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 اه انه هو كان بعيد جدا عن او كان احد المرشحين للهدود وقوة مع نادي مصر ومع نادي طنطة اه فانك انت تتحقق الهدف بتاعك فهذا الكمل من المباراة فانت بتحقق الهدف فده اعتقد ده التأثير الايجابي او ده التأثير الاهم بالنسبة لي لكن مثلا فكرة التنافس على المركز التاني او المركز التالت او الرابع ما اعتقدش ان هي النتائج طبعا متزبزبة ما بين هنا وهنا ما فيش حد عامل طفرة الكبيرة لكن لو انا هركز على الطفرة الكبيرة اللي حصلت ففي التأكيد هو هروب مصر مقصة وهروب اسوان من الهروب من القاع يعني او من المراكز المتاخرة لمركز مطمئنة الى حد ما بشكل كبير في الدور المتازفة اكيد سيد ايمان محمد محل الاداء لبشكرك شكرا جزيلا وكل التوفيه ليك والفترة الجاية ان شاء الله يكون معنا مداخلات اخرى عشان نعمل مقارنات بقى ما بين الدور المصر والدور السعودي والاندية الاوروبية او الدوريات الاوروبية بعد العودة احنا فين من هذه الدوريات الفترة الجاية كل الشكر والتأذير ليك واخرج الافاصل وبعد الفاصل تريند العالمي وكمان مشاركات الجماهير على السؤال الابرز اللي احنا طرحناه في بداية الحلقة وهو متعلق بتعليقكم ورأيكم على مستوى التحكيم المصري في ظل وجود تقنية الفر